كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق على إقراض مصر 3 مليارات دولار في ترتيب مدته 46 شهرا في إطار تسهيل الصندوق الممدد بحسب بيان للصندوق فإنه سيقدم لمصر 347 مليون دولار بصورة فورية لمساعدتها على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتقديم الدعم للميزانية ومن المتوقع أن يحفز هذا البرنامج تمويلا إضافيا بقيمة 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين بما في ذلك التمويل الجديد من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين